السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ضمن الاستراتيجيات التي أو الطرق التي ينفرد بها جدول تسعة غيره هذه الطريقة التي يتم حسابها أو عدها على أصابع اليد العشرة عايزكم تركزوا معايا علشان إن شاء الله تستطيعوا حساب جدول الضرب من واحد إلى عشرة عن طريق الأصابع عن طريق إيه؟ الأصابع ولكن ركزوا وإذا فهمتم إيه؟ تمام وإذا لم تفهموا فأعيدوا الفيدي من جديد إن شاء الله هتفهموا نبدأ أبناء العزاء الضرب تسعة في واحد تسعة في واحد أبنائي أنظروا نضع أيدينا كما ترون بهذه الطريقة ونقول تسعة في واحد أنظروا أبنائي وبناتي كام عدد الأصابع بعد أصابع الأول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة التسعة دي أبنائي وبناتي العزاء إذا ضربناها في واحد ماذا سيحدث؟ انظروا الإصابع الأول اللي هو كما ترونه اللي هو واحد لما نضرب التسعة في الإصابع الأول واحد الناتج عندي أبنائي سيكون نعد الأصابع اللي بعد الصابع واحد نجد أنها كام؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة يبقى تسعة في واحد أبنائي هتديني تسعة ليه؟ لأن جميع الأعداد اللي بعد الصابع اللي ضربت فيه هتبقى ايه؟ هي الناتج تسعة في واحد أدي الصابع واحد لما نضرب التسعة في الصابع واحد دهاتي هتديني عدد الأصابع اللي تيجي على يسار هذا الإصبع وهي واحد واثنين وثلاتة واربعة وخمسة وسبعة وثمانية وتسعة ولو فيه أصابع جبل ايه؟ ونحسبها بس ما فيش أصابع جبل ايه؟ الرقم واحد في هذه الحالة هتبقى ايه؟ نكتبى الرقم اللي على اليسار فقط كده خلص ما تسعة في واحد ادي اتناه تسعة تعالي نشوف تسعة في اتنين بنحسبها ازاي؟ تسعة في اتنين بنحسبها ازاي يا ابنائي؟ بنيجي عند الصابع رقم اتنين كما ترون ونقوم بتانيه يعني بنتني الصابع رقم اتنين او نحط عليه علامة كما ترون يرتدي هذا الوجه الاسبع رقم اتنين يرتدي هذا الوجه احنا هنقوم بتاني يعني نتني هذا الصابع الى اسفل اتني الطابع اه اتني الاسبع رقم اتنين الى اسفل ونقوم تسعة في اتنين ونشوف ابنائي الارقام اللي جاب للصابع والارقام اللي بعد الصابع هتحدد لي النتيجة الارقام اللي جاب للصابع بتكون بالعشرات بتكون بالعشرات اللي هي جهة اليمين والارقام اللي يسار هذا السابع رقم اتنين بتكون ايه? الاحد. فتسعة في اتنين. تعالوا نعد على اليسار الاول. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. نكتب التمانية في الاحد. نكتب التمانية في ايه? في الاحد. ونشوف الاصابع اللي جاب للرقم. رقم اتنين كام واحد? نحسبه بالعشرات. طيب اللي جاب اللي اللي اصبع او الاصابع اللي اللي اصبع رقم اتنين سابع واحد بس. بعشرة. يبقى نحط رقم واحد جنب التمانية اصبح التمنتاشر. يبقى تسعة في اتنين بطمنتاشر. تسعة في اتنين بطمنتاشر. كده يا ابنائي استطعت حساب تسعة في اتنين بطمنتاشر بستراتيجية عدل اصابع او ايه? خدعة الاصابع. تعالوا نشوف تسعة في تلاتة. تسعة في تلاتة. هننجي على رقم تلاتة الاسبع من جهة اليمين رقم تلاتة ونتنيها يا ابنائي وبناتي. اتني سابعة اللي هو ايه? رقم تلاتة. تتني سابعة رقم تلاتة الى اسفل. اتني سابعة رقم تلاتة الى اسفل. السابع رقم تلاتة هنتنيه الى ايه? الى اسفل. اللي هو ده تسعة في تلاتة هنتني السابع رقم تلاتة ده الى اسفل. الى ايه? الى اسفل. السابع رقم تلاتة بنتنيه الى اسفل. وتعالى نشوف نعد الاصابع اللي بعد السابع رقم تلاتة هتوب بقى احد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة نحطها في الناتج سبعة نحطها في الناتج ايه سبعة والاصابع اللي جاب لرقم تلاتة هنحسبها بالعشرات اللي هي كم سابع واحد اتنين واحد اتنين هنعدها بالعشرات عشر عشرين هنحط العشرين جنب السبعة باتنين يبقى سبعة وعشرين يبقى تسعة في تلاتة بسبعة وعشرين تسعة في تلاتة بكام بسبعة وعشرين تعالي نشوف تسعة في اربعة ونطبق نفس ايه? الحالة. هذا هو الاسبع رقم اربعة. تسعة في اربعة. نيجي على السابع رقم اربعة ونتميه الى اسفل. ايه? من سابع كرقم اربعة? الى ايه? الى اسفل. هذا السابع رقم اربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة. تعالي نشوف الى اصابع اللي بعد رقم اربعة هتوبة ايه? في الاحات. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. نكتبها في الاحات ستة. طيب. والاصابع اللي قبل الاصبع رقم اربعة نحسبها بالعشرات عشرة عشرين تلاتين يبقى تلاتين نحطها جنب الستة ستة وتلاتين يبقى تسعة في اربعة ستة وتلاتين كده سهلة ابنائي وبناتي نشوف تسعة في خمسة تسعة في خمسة هنيجي على السابع رقم خمسة ونتمية اتنى السابع ده ابنائي وبناتي العزاء نتنى السابع رقم خمسة ونعد نشوف الاصابع اللي جاب ليه في الاحد اللي بعديه جهة اليسار واحد اتنين نعدهم بالاحال. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة نكتب فى الا ايه? في النتيجة خمسة. كتبنا في النتيجة ابنائي ايه? خمسة. ط준 تعالوا نعد الاصابع اللي جبلي الخامس بالعشرات. عشرة عشرين تلاتين اربعين نكتب اربعة. جنب الخمسة باربعين خمسة اربعين بتسعة في خمسة او تسعة في خمسة او خمسة في تسعة بخمسة واربعين. كده طبقنا سراتيجية ايه? خدعة الاصابع. تعال نشوف تسعة في ستة. تعال نشوف ابنائي الاصبع رقم ستة. لان احنا هنضرب تسعة في ستة. تسعة في ستة ابنائي قد الاصبع رقم ستة. هيبدأ من ايه? السابع الكبير في اليد اليسرى جهة اليسار. لان احنا نقول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وده رقم ستة. السابع ده وقت رقم ستة. رقم كام? رقم ستة. الصابع ده رقم ستة. في الحالة دي ياتي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. السابع ده رقم ستة. تعالوا عاد نشوف الارقام الناتج هيكون الارقام اللي بعد الستة بالاحاد نكتبها في النتيجة. واحد اتنين تلاتة اربعة. يبقى نكتب في النتيجة اربعة. نكتب في النتيجة ايه? اربعة. تعال نشوف اللي جاب للصابع رقم ستة في آآ جهة اليمين هنحسب بالعشرات. عشرة. عشرين. تلاتين. اربعين خمسين. خمس اصابع بخمسين. نحطها جنب الاربعة في الفترة العشرات. تبار اربعة خمسين. وتسعة في ستة يساوي اربعة وخمسين. اربعة وايه? وخمسين. تعالوا نحسب تسعة في سبعة. ازا ابناي اشرح لكم مرة تاني. بالنسبة لتسعة في سبعة. تسعة في سبعة. هنعد سابع اتنين تلاتة اربعة خمس ست سبعة. الاصبع رقم سبعة ابنائي وبنات الاعزاء كما ترون هو لا يحدد لي النتيجة. الارقام اللي بعد الاصبع رقم سبعة نحسبها بالاحاد واحد اتنين تلاتة كتبنا تلاتة في النتيجة. والاصابع اللي جاب للسابع بنحساب بالعشرات عشرة وهما ستة اصابع عشرة عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين نكتب تلاتة وستين يوجد النتيجة تلاتة وستين. تعالوا نشوف ابنائي بعد ذلك ايه? تسعة في تمانية. تسعة في تمانية. تعالوا نشوف ابنائي الصابع رقم تمانية. نعد من جهة اليمين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. هذا ابنائي هو الاصبع رقم كام? الاصبع رقم تمانية. ركزوا معي. الاصبع رقم تمانية. هنقوم بتاني. اتني الصابع رقم تمانية. اتني الصابع ده الى اسفل. اثنين الصابع رقم كام رقم تمانية الصابع رقم تمانية هذا الصابع رقم تمانية تعالوا نشوف النتيجة ابنائي اللي جهت اليسار من الصابع رقم تمانية نحسبها بالأحد كم صابع واحد اثنين نكتب الاثنين في النتيجة والأصابع اللي جاب للصابع رقم تمانية بنحسبها بالعشرات وهم سبع أصابع كما تقايا ترون واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة نحسبهم كله صابع بعشرة 10 20 30 40 50 60 70 نكتب سبعة يبا كده تسعة في تمانية بابتنين وسبعين حسبته بستراتيجية خدعة الأصابع نشوف تسعة في تسعة عقن السابع رقم تسعة ابنائي واحد نعد مئينين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هذا السابع رقم تسعة ابنائي اللي جاب للأخير من اليسار هذا السابع رقم تسعة اتنية اتنى السابع رقم تسعة الى اسفل. اتنى السابع رقم تسعة. يبقى السابع ده رقم كام? السابع ده من الايه? اليسار رقم تسعة. رقم. تعالوا ابنائكم بنادي نشوف هزي الاستراتيجية خاصة بجال والتسعة برضو بيقول لي في خانة العشرات بكتابة الاعداد قم بكتابة الاعداد من تسعة الى صفر. من الاسفل الى الاعلى. ازاي الكلام ده ابنائي? بس الاول قبل ما نقول بالعمل ده يعني هو بيقول لك ايه? لو تلاحظون معي ابنائي وبنادي. اه في خانة العشرات يعني ايه? الرقم بالعشرات. قم بكتابة الاعداد من تسعة الى صفر من الاسفل الى الاعلى. تعالوا يا ابنائي وبنادي. تسعة في عشرة. تعالوا في خانة العشرات بنكتب تسعة. طبية الرقم اللي قبل التسعة تمانية نكتب تمانية. طبية الرقم اللي قبل التمانية سبعة نكتب سبعة. ستة خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد. او بمعنى صحيح ابنائي. تسعة في اتنين هاجف خانة العشرات هكتب واحد. في خانة العشرات. طب بالتسلسل هكتب اتنين. اللي بعدها. واللي بعدها تلاتة. واللي بعدها اربعة. واللي بعدها خمسة. واللي بعدها ستة. واللي بعدها سبعة. اللي بعدها تمانية لحد نوصل تسعة في عشرة هكتب تسعة. وهاجف خانة الاحاد. هبدأ في خانة الاحاد من اسفل. من اول تسعة في تسعة هبدأ بالواحد في الاحاد. والتسعة في تمانية اللي جاب ليه هكتب اتنين. واللي جاب ليها تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. والتسعة في واحد هكتب تسعة. يبقى في الحالة دي انا كتبت الحل الصحيح اللي جاد والضرب تسعة. هالجية. تسعة في واحد بتسعة. تسعة في اتنين بتمنتاشر. تسعة في تلاتة بسبع عشرين. فهمتوا ابنائي? يعني كأن ابنائي في خانة الاحد من اسفل من اول تسعة في تسعة هكتب واحد. وهبق بعد كده في التسلسل بزيادة واحد الى اعلى. بعد تسعة في تسعة تسعة في تماني هكتب اتنين. تسعة في سبعة هكتب تلاتة. تسعة في ستة هكتب اربعة اللي جاب ليها. وخمسة. وستة وسبعة وتماني لحد ما وصل التسعة. هاجف خانة العشرات. تسعة في واحد هكتب صفر. من اول الصفر. والتسعة في الاتنين هعد من اول الواحد. التسعة في تلاتة اتنين. والتسعة في اربعة بتلاتة. اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. وقعد تسعة في عشر بكتب تسعة. يبقى انا كده كتبت الحل الصحيح لايه? لجدوى الضرب تسعة في واحد الى تسعة في عشر. كذلك ابنائي وبناتي في حتة تاني. لو انا جمت بجمع. انا ضربت الوقت تسعة في واحد. تعالوا ابنائي نجرب الجمع. يعني نجمع من اول ايه? من اول تسعة في صفر. تسعة زائد صفر بكم ابنائي? بتسعة. تسعة في صفر كام? بتسعة. يبقى في هذا الحال ابنائي هتديني كام? هتديني تسعة. طيب. تمانية زائد واحد. هيديني كام? هيديني? انظروا ابنائي وبناتي. تمانية زائدة. انا ليه عملت انا كده واتي? انظروا. النتيجة اللي ظهرت عندي. تسعة زائد صفر تسعة في واحد. تسعة زائد صفر هتديني تسعة. هتديني كام? تسعة. اللي هو الناتج ابنائي بتاع تسعة في واحد. طيب. التمنتاشر. تمانية زائد بعد كده تمانية زائد واحد. تمانية زائد واحد. يسوي كام? يسوي تسعة. اللي هي الناتج بتاع ايه? بتاع التمنتاشر. طيب. سبعة زائد اتنين. هيديني تسعة. هيديني كام? تسعة. اللي هي السبعة وعشرين ابناء بتحت النتيجة دي. ستة زائد تلاتة. يديني تسعة برضو. اللي هي الناتج ابناء بتاع الستة زائد ايه? ستة وتلاتين. طيب خمسة زائد اربعة يديني تسعة. لو حطية الخمسة زائد اربعة جنب بعضها يديني الخمسة واربعين. اللي هو الناتج بتاعيه تسعة في خمسة. واربعة زائد خمسة بتسعة اللي هي اربعة وخمسين النتيجة. التلاتة وستين الناتج بتاعي اللي طلع لو جمحته مع بعضها يديني تسعة. الاتنين وسبعين يعني معنى الكلام ابني. الاتنين وسبعين لو جمحت الاتنين زاد السبعة يديني تسعة. الواحد وتمانين لو جمحت الايه? الواحد زاد السبعة يديني تسعة. فهمتوا ابناي? يبقى تسعة في واحد بتسعة. لو جمحت التسعة مع الصفر هيديني تسعة. تسعة في اتنين بتمنتاشر لو جمحت التمانية مع الواحد يديني تسعة. تسعة في تلاتة لو جمحت السبعة زاد الاتنين مع بعض هيديني تسعة. ستة وتلاتين الناتج ضرب تسعة في اربعة. لو جمحت مع بعض ستة زائد تلاتة هديني تسعة. يبيزن ابنائي من ضمن غرائب جدول تسعة. غرائب جدول تسعة رقم تلاتة دياتي. ان انا هاجي جنب تسعة في واحد وحطي ايه? وحط من من خانة العشرات صفر. من خانة العشرات ايه صفر? وتسعة في اتنين هبدأ بالعدد التنازلي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة لحد نوصل للتسعة. وهاجي من تحت برضو نفس الكلام. تسعة في عشرة احط الصفر في الاحد. وهبدأ بالتسلسل من اول تسعة في تسعة واحد اتنين تلاتة في الاحد اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. هلاجي النتيجة بتاعتي حاصل ضرب جدول تسعة كامل. فهمتوا ابنائي? يقولي تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد الانات. بالنظر الى النواتج العشر الاولى عند الضرب في العدد التسعة. نلاحظ ان اولا في خانة الاحد قم بكتابة الاعداد من تسعة الى صفر. من الاعلى الى الاسفل. احفظوا ابنائي. يبقى في خانة الايه? في خانة الاحد. هكتب تسعة بالتسلسل العدد التنازلي لحد ما اصل الى الصفر. من اول هنا تسعة في واحد ابنائي. هاجي في خانة الاحد واكتب تسعة. بعدها تمانية. طبعا اكون كاتب التسلسل ده تسعة في واحد تسعة في اتنين تسعة في تلاتة تسعة في اربعة تسعة في خمسة تسعة في ستة لحد ما اصل تسعة عشرة. هاجي في تسعة في واحد في خانة في الاحات هكتب تسعة. الايه الرقم اللي جاب للتسعة تمانية? ايه الرقم اللي جاب للتمانية سبعة? ايه الرقم اللي جاب للسبعة ستة? خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد سفر. ده في الاحات. اما في العشرات هكتب ايه? هرجع تاني من فوق وهبدأ بالصفر. تسعة في واحد هبدأ في خانة العشرات بالصفر. بعد كده رقم واحد. بعد كده رقم اتنين. بعد كده رقم تلاتة. بعد اربعة خمسة في خانة العشرة ستة سبعة تمانية تسعة. هلاحظ في الاخر ان الناتش دهواتي هو حاصل ضرب جدول تسعة ابنائي وبناتها. ثانيا في خانة العشرات قم كتابة الاعداد من تسعة الى صفر من الاسفل الى الاعلى. هتبدأ من الاسفل ابدأ. هتبدأ من اعلى من الصف ابدأ. تبدأ تسعة تمانية. المهم هي هتلاقي النتيجة ان حاصل ضرب ناتج ايه? جدول تسعة. كده ابنائي هكون شرحت لكم استراتيجية العدد من الاصابع او كما ترون خضعة الاصابع. ننتقل بعد ذلك ابنائي الى بعد ذلك بجولي التحدي. لماذا تعتقد ان هذه الاستراتيجية نجحة? لانها كما ترون ابنائي كل حساباتنا بها صحيحة وسهلة ان شاء الله. المجموعة رقم اتنين استراتيجية جدول الضرب. وطبعا اخذناها ابنائي استراتيجية جدول الضرب كما قلت لكم عندما ضررنا تسعة في واحد كتبنا طبعا ايه? تسعة في واحد بتسعة. عند الضرب فيه واحد من اول الواحد الى الاخر بنعمل ايه? نيجي في الاحد ونكتب ابنائي العزاء التالي. هذه الاستراتيجية ابنائي وبناتي تعتمد على الترتيب كما قلت لكم واشرحتها لكم. نكتب اول حاجة تسعة في واحد. بعدها تسعة في اتنين. تسعة في تلاتة. تسعة في اربعة. تسعة في اربعة. بعد كده تسعة في خمسة يساوي. بعد كده تسعة في ستة يساوي. بعد كده تسعة في سبعة يساوي بعد كده تسعة في تمانية يساوي بعد كده تسعة في تسعة آخر حاجة تسعة في عشرة يساوي بالتفكد كده ابنائي نكتب زي ما قلنا من تسعة في واحد إلى تسعة في عشرة ونيجي في الأحاد من أعلى ونكتب من أعلى تسعة وبعد التسعة ابنائي نبدأ في العد التنازلي بالترتيب كل ما نروح بنجل واحد أو بنائه بنطرح واحد تسعة وبعدها تمانية وبعد التمانية ابنائي ايه بعد التمانية سبعة وبعد السبعة ستة وبعد السبعة خمسة وبعد الخمسة اربعة وبعد الاربعة تلاتة وبعد التلاتة اتنين كل ده في الأحد ابنائي وبعد الاتنين واحد كده ابنائي كتبنا طبعا ايه? طبعا في النهاية هنا حدود من حد واحد. 넘نا اشداء تسعة في عشرة. احنا وصلنا من تسعة في واحد الى تسعة في تسعة اعطتني في الاحد تسعة تمانية سبعة ركوف يا ابنائي على الاحد اولا تسعة تمانية سبعة ستة خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد. دي اتعanno ابنائي وبنات الاعزاء بعد كده نبدأ. من اول تسع هنا طبعا تسعة في واحد بديتني تسعة. هنبدأ من من تسع في عشر ابنائي لو نزلنا الصفر هنا هنكتب صفر في الاحاد والتسع. هنبدأ بكتابة التسع في العشرات. او بنعنى صحيح ان احنا نكتب تسع في العشرات بتسعين. هنبدأ ابنائي منكتب التسع في العشرات وجندها صفل يبقى تسعين. طيب بعد كده ابنائي اللي عملناها من فوق هنعمله من تحت. بس في العشرات. التسع منزل عد تنازلي. ايه اللي جاب للتسعة? تمانية. يبقى نكتب في الرقم اللي جابل التسعة اللي هو تسعة في تسعة هنكتب تمانية جنب الاحد. وبعد التمانية سبعة هنكتبها جنب الاتنين. وبعد السبعة اللي اجل منها ستة هنكتبها. وجاب للستة اربعة هنكتب جنبها ايه? ايه اللي جاب للستة? خمسة. واللي جاب للخمسة كان? اربعة. يبقى خمسة اربعين. واللي جاب للاربعة? تلاتة. يبقى ستة وتلاتين. وجاب للتلاتة اتنين وبه سبع وعشرين. والجاب من الاتنين واحد مكتوبة. والجاب من الواحد طبعا ايه? صف. ليس لها ايه اي دول. بهذه الطريقة يا ابنائي. بهذه الاستراتيجية اكون حصلت على حاصل ضرب تسعة في واحد الى تسعة في عشرة. بهذه الطريقة. اكتبوها ابنائي وتدربوا عليها فتحفظون جدول الضرب ان شاء الله. تسعة في واحد بتسعة. كما ترون تسعة في واحد بتسعة. تسعة في اتنين بتمنتاشر. تسعة في تلاتة بسبعة وعشرين. تسعة في اربعة بستة وتلاتين. اربعة آآ تسعة. تسعة دي تسعة ابنائي. دي تسعة. تسعة في خمسة خمسة اربعين. تسعة بستة باربعة وخمسين. تسعة بسبعة بتلاتة وستين. تسعة في تمانية باتنين وسبعين. تسعة بتسعة بواحد وتمانين. تسعة في عشرة بتسعين. هذه ابنائي استراتيجية جميلة. اكتبوها. يعني هي سهلة. هتيجي من اول بعد ما تكتب تسعة في واحد لحد تسعة في تسعة هتبدأ من فوق تكتب الاحد تسعة وبعدها تمانية وبعدها سبعة تنزل تحت ستة خمسة اربعة لحد ما تصل الى الواحد. ماشي يا ابنائي بعد كده واتي. طبعا خم اللي تحتها تبقى صفر. هاتيه بعد كده تبدأ من اول تسعة في عشر وتكتب تسعة. وتنزل تحت برضو نفس الكلام من اسفل. من اسفل الى اعلى. تمانية سبعة ستة خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد صفر. بهذه الطريقة يكون حصلت على ايه? حاصل ضرب جدول تسعة ان شاء الله بطريقة سهلة. تعالوا ابنائي وبناتي من ضمن الاستراتيجيات الاخرى في مخطط مية وعشرين او جدول مية وعشرين مع اه جدول تسعة. هنلاحظ حاجة سبحان الله ابنائي حاجة غريبة وحاجة سهلة عليكم. اه علشان تفهموا جدول تسعة. نركز مع بعض ابنائي العزاء. نركز مع بعض. ركزوا معي ابنائي في الجدول. اول حاجة خدناها تسعة في واحد بكام? تسعة في واحد. جنة بكام ابنائي العزاء? تسعة في واحد. جنة بتسعة. لاحظوا معي ابنائي هذه الخانة. تسعة في واحد بتسعة. بعد كده تسعة في اتنين بكام ابنائي بطمنتاشر. لاحظوا ابنائي? لاحظوا. كل ما بروح بطلع الى اعلى جهة ايه? بفارق مربع جهة اليسار. يعني تسعة في واحد بتسعة. تسعة في اتنين بطمنتاشر. تسعة تلاتة. بسبعة وعشرين. بطلع لفوق وايه? وادخل ايه? مربع جهة اليسار. تسعة فاربعة ستة وتلاتين لاحظة ابنائي. بعد كده خمسة واربعين تسعة خمسة. بعد كده تسعة بستة باربعة وخمسين. بعدك تسعة في سبعة. تلاتة وستين. تسعة في تمانية. كما تلونا ابنائي. اتنين وسبعين. بعد كده هواتي. اتنين وسبعين. بعد كده هتلاقيها تسعة بتسعة بواحد وتمانين. ازا لدينا ابنائي ابنائي الاعزاء. لو نلاحظ ان نبدأ من التسعة ونطلع مثل السلم الى اعلى هكذا. مثل السلم. كدرجات السلم. هذا ابنائي موجود في استراتيجية مخطط مئة وعشرين. هتجي دونها عندكم مخطة مئة وعشرين في الكتاب. وفي الفصل معلق. طبعا معلم الفصل. مدرس ابياضيات بكون معلق. جدول الايه? المية وعشرين. لو اتبعتم هذه الطريقة من اول التسعة الى اعلى. فستجدون هذه الطريقة. اعيسكم ابنائي وبنات العزاء. تكونوا بعمل تلوين لهذا السلم. اللي هيعطيكم في النهائية جدول تسعة في تسعة. ان شاء الله تتدربوا عليه مرة واتنين. وستحفظونه ان شاء الله تسعة تننتاشر سبع وعشرين ستة وتلاتين خمسة واربعين اربعة وخمسين تلاتة وستين اتنين وسبعين واحد وتمانين وهذا جدول كان ابنائي جدول تسعة في تسعة. طبعا تسعة في عشر بتسعين والتسعين موجودة اللي هي مخالفة معانا شوية بس موجودة فيه في الجهة الاخرى ايه هي الجهة الاخرى تسعة في عشر بتسعين موجودة فيه في الجهة الاخرى. ولو ضربنا يا ابنائي وابناتي لو تلاحظون ان احنا لو جمنا بضرب تسعة في احداشر هتدينا الكام بتسعة هتدينا تسعة في احداشر لو ضربنا تسعة في احداشر هتدينا ايه تسعة وتسعين وتسعة في اتناشر بمية وتمانية وتسعة في تلاتاشر بمية سبعتاشر كده يا ابنائي وبناتي ان نراحظ أن هذين السلمين خاصين بجدول A وجدول 9 ننتقل أبنائي إلى استراتيجية أخرى وهي استراتيجية حقائق الضرب في 9 في شيء أبنائي وبناتي سنأخذه اعتمادا على جدول 10 اللي أخذناه كان سهل جدا علينا وعرفنا أن أي رقم بنضربه في 9 بيدينا طبعا نفس أي رقم بنضربه في 10 بيدينا نفس الرقم ونحط جنبه 0 يعني 9 في 10 نحط 9 وجنبها 0 بتسعين 8 في 10 نحط 8 وجنبها 0 أو نحط الصفر الأول وبعديه في العشرات نحط 8 بيدينا 80 7 في 10 نحط الصفر بتاعت العشرة والنزل السبع زمائية بتبدينا 70 والستة نفس الكلام 60 والسبعة 70 وال8 وال9 والـ 22 وال33 هنعتمد على هذه الخاصية أبنائي في الحصول على جدول 9 أيضا إزاي أبنائي هقول لكم 9 في 6 بدل ما نقول 9 في 6 بنزود واحد على التسعة حتى نوصلها إلى العشرة ونضرب ستة في تسعة بدل ما نقول ستة في تسعة لعني نقول ستة في عشرة يعني هنزود على التسعة رقم هيبقى عشرة فهنقول ستة في عشرة وكأن الستة ضربناها في ايه في عشرة لأصبحت عندي كم مجموعة عشر مجموعات هنفتف في كل مجموعة ستة 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 مكررة عشر مرات هنجي أبنائي على أحد هذه المجموعات العشرة ونعمل اكس أو نشطبها أو نقشطها يبقى معنا الكرام ابنائي عايز يقول لي يعني الشطب ده يعني احذف ستة من المجموعة احذف ايه ستة من المجموعة تعالوا ابنائي نطرح من الستين المجموعة بتاعتي عشرة بستين يعني هنطرح من المجموعة بتاحت اللي هي ستين دياتي ستة لأن انا جنت بايه بشطب واحدة منهم خلق انا هقوم طبعا ستة من صفر ما صح فهنستالف واحد من الستة طب خمسة والصفرة تبع عشرة ستة من عشرة كان اربعة وين عند الخمسة تنزل زي ما هي يبقى اربعة وخمسين يبقى اذا ابنائي لما آية ستين نطرح منها ستة هتبقى باربعة وخمسين اذا ابنائي لما أقول ستة في تسعة انا رجحتها الى الخلف هتديني اربعة وخمسين واتبع كل هذا الموضوع ابنائي مع جدول تسعة لما اعمل الخمسة في تسعة اعمل نفس الكلام بدل ما بقول الخمسة في تسعة اقول خمسة في عشرة بكام طبعا هيطلع الناتج خمسين واطرح من الخمسين خمسة يبقى ادينا الناتج خمسة واربعين يبقى اذا خمسة في تسعة بخمسة واربعين كذلك تلاتة في تسعة بدل ما بقول تلاتة في تسعة اقول تلاتة في عشرة واشوف الناتج يطلع تلاتين واطرح من التلاتين تلاتة يبقى كان سبع وعشرين يبقى اذا تلاتة في تسعة بسبع وعشرين وهكذا ابنائي العزاء بيكون مع جدول تسعة كاملا تعال نشوف تسعة في خمسة تسعة في خمسة ابنائي معناها ان انا هقوم بدل ما اقول خمسة في تسعة ازود على تسعة واحد هتبع عشرة يبقى انا عندي عشر مجموعات وكل مجموعة فيها خمسة كل مجموعة فيها كام كل مجموعة فيها خمسة خمسة اعمل عشر مجموعات خمسة لان انا اضطل خمسة في عشرة طيب بعد كده ابنائي اعمل عملية اكس او اقوم بشط واحدة من اللي انا اضفتها على التسعة اشطبها واحد بالقافز يا ابنائي خمسة خمسة عشرة خمستاشر عشرين خمسة وعشرين تلاتين خمسة وتلاتين اربعين خمسة واربعين يبقى خمسة في تسعة بخمسة واربعين دي بعملية القفز باستراتيجية القفز او العد بالقفز او ان انا اقوم ابنائي العزاء طبعا انا بعد ما اضرب خمسة في تسعة الناتج هطلع كان خمسة في عشرة بخمسين هجوم بطرح خمسة من خمسين خمسة من خمسين الناتج بتاعي خمسة من صفر ما صحش نسترف واحد من الخمسة هتبقى اربعة والصفر هيبقى ايه؟ هيبقى عشرة هتبقى دي عشرة خمسة من عشرة خمسة والاربع هتنزل يبقى الناتج بتاعي خمسة واربعين نفس الكلام في السبعة في التسعة بدل ما هي سبعة في تسعة اقول سبعة في عشرة يعني هكرر السبعة عشر مرات هكذا في عشر مجموعات عشر مجموعات وهجوم بكشط او حزف واحدة منهم بعملية الطرح لان الناتج بتاعي سبعة في عشرة الناتج هطلع كام؟ الناتج هطلع سبعين طيب تعال دي الوقت لتجاحها واحزف السبعة بتاعتي سبعين اطرح منها سبعة سبعة من صفر ما اصحش برضو نفس الكلام السبعة تب ستة والصفر يتبقى عشرة لان انا هجيب واحد من السبعة بعشرة ووضيفة على الصفر بعشرة سبعة من عشرة تلاتة والستة تنزل زي ما هي يبقى تلاتة وستين كذلك ابنائي تلاتة في تسعة بدل ما اقول تلاتة في تسعة لا اقول تسعة اه كان اقول تلاتة في عشرة تلاتة في كام في عشرة او عشرة في تلاتة ازود واحد عليها كل مجموعة اعمل عشر مجموعات كل مجموعة احط فيها الرقم ايه تلاتة 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 واحزف مجموعة منهم اللي هي المجموعة الاخيرة كده هون لان تلاتة في عشرة الناتج بتاحها هيد بيني كام الناتج بتاحها تلاتين تلاتة في عشرة بتلاتين تلاتة في عشرة بتلاتين التلاتة في عشرة بكم ابنائي بتلاتين طبعا ابنائي هجوم بطرح لان تلاتة في عشرة بتلاتين هجوم بطرح تلاتين هطرح منها تلاتة تلاتة من صفر من الصحش السلف واحد من التلاتة بعشرة يبقى تلاتة من عشرة سبعة والاتنين تنزل للسلفة منها تلاتة بتلاتين السلفة منها واحد بيجي اتنين سبع وعشرين يبقى الناتج تلاتة في تسعة بسبعة وعشرين اتنين في تسعة اتنين في تسعة بدل ما اتنين في تسعة يقول اتنين في عشرة اتنين في ايه اتنين او عشرة في اتنين هزود على التسعة واحدة تب عشرة. اتنين في عشرة. نكتب هنا اتنين. اتنين 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 اتنين. بنحذف مجموعة منهم. ونقول اتنين في عشرة طبعا تطلع الناتج كام? بعشرين. وتسعة في اتنين بالعشرين. بطرح منها اتنين. نسلف واحد من الاتنين اتبه واحد ودي عشرة. اتنين من عشرة تمانية. والواحد ينزل تمنتعشرة. يبه تمنتعشرة. اما تمانية في تسعة مول تمانية في عشرة. نكتب اقول مجموعة تمانية. المجموعة الاخيرة بيتم حزفها. لان انا اضفت مجموعة من عندي. احزف. لان تمانية في عشرة. الناتج تمانين. التمانين بتاعتي احزف منها تمانية. تمانية من صفر من الصحش. نسلف واحد من التمانية تبه سبعة. والصفرة تبه عشرة. اتنين. والسبعة تنزل. اتنين وسبعين. تسعة في تسعة. تسعة في تسعة بدل من تسعة في تسعة. نقول تسعة في عشرة. تسعة. عشرة. عشرة مجموعات تكون مجموعة تسعة. تسعة. تسعة في تسعة. احنا دلوقت التسعة في عشرة تسعين. احنا دلوقت بطرح من التسعين. تسعة. تسعة من صفر من الصحش نسترك واحد من التسعة بدلها تبه تمانية. تسعة من عشرة واحد. والتمانية تنزل واحد وتمانين. كده يا ابنائي اعتبر حلت لكم من اول تسعة آآ في واحد لحد تسعة في تسعة بهذه الطريقة. اما يا ابنائي التحدي قال لي احد التلاميذ ان تسعة في تمانية سبعين. وقال كيف حصل عليها? حصل عليها انه وقال انه يعرف ان عشرة في تمانية بتمانين. وبالتالي فان تسعة في تمانية بسبعين. لانه طرح عشرة من تمانين. فهل هذا صحيح? الاجابة طبعا يا ابنائي خطأ. الاجابة ايه? خطأ. لماذا? لانه طرح عشرة. المفروض بيطرح ابناء العزاء. المفروض ابنائي وبناتي يقوم بطرح تمانية. يقوم بطرح ايه? العدد تمانية. يطرح الرقم تمانية. في هذه الحالة سيحصل على ايه? اتنين وسبعين وهو الناتج الصحيح. لا يطرح العشرة وانما يطرح الرقم اللي ضربه في التسعة. يعني الرقم المضروف في التسعة هو اللي يتم طرحه. اتنين. الناتج هو اتنين وسبعين. ولا نطرح العشرة. نطرح الرقم المكتوب في المجموعة. الرقم المكتوب في المجموعة. نتابع مع الابناؤنا العزاء حققت الضرب في العدد عشرة. لو يجاد حاصل ضرب تسعة في خمسة يمكننا التفكير في الرقم تسعة على انه هو عشرة. يعني بدل ما نقول خمسة في تسعة نقول ايه? خمسة في عشرة نزود واحد من عندنا. على اساس ان المسي اللي كنت بسهل علينا. فنجو الخمسة بدل نقول خمسة في تسعة. وصعب علينا نقول خمسة في عشرة بخمسين. يعني معناها عشر مجموعات وكل مجموعة فيها خمسة زي ما انتم شايفين. نقوم بتمثيل العدد خمسين على هيئة عشر مجموعات من الرقم خمسة. خمسة خمسة مقررة عشر مرات. ثم بعد ذلك ابنائي نجوم بشكل مجموعة من هذه المجموعات. يعني بنشطب مجموعة لما نعد نقول واحد اتنين تنية اربعة اللي لجيها عشرة بنشطب مجموعة من المجموعات او ان احنا نقوم بالطرح. خمسين نطرح منها خمسة. خمسة من صفر ما نصحش نسترف واحد من خمسة تب اربعة. والصفة تب عشرة خمسة من عشرة خمسة. والاربعة لآآ كالخمسة واصبحت اربعة تنزل زي ما هي اربعة. يبقى خمسة واربعين. هذه يا ابنائي من حقائق الضرب في العدد عشرة. ننظر يا يا بناتي الى هذه الاستراتيجية. حقائق الضرب كما قلت لكم في العدد عشرة. هنا تسعة بتسعة هتصبح طبعا زود على تسعة واحد على اساس يوصل للعشرة. اللي هي عشرة في تسعة يسوي تسعين. وهذا قطار ابناء العزاء اللي هي مجموعات مكونة من عشر مجموعات وكل مجموعة فيها تسعة. كل مجموعة هنحط فيها كام? هنحط فيها تسعة. يعني هنا القطار الايه? العربة الاولى تسعة والعربة اتنية تسعة تسعة تسعة. كل عربة نحط فيها تسعة 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 تسعة. هذه المجموعات ابنائي تسعة في عشرة بتبديني كام? تبديني طبعا كام? تسعين. لان انا حافظ ضرب 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 عشرة وسهل جدا في تسعين. التسعين دي هطرح منها هذه المجموعة. يعني هطرح منها تسعة. التسعة من التسعين ابنائي تسعة من صفر من الصحش. نستلف واحد من التسعة تبه تمانية. آآ تسعة من عشرة واحد. والتمانية تنزل يبه واحد وتمانين. يبه تسعة. في سبعة تصبح واحد وتمانين. اللي هي ابناء العزاء. تسعة في سبعة تصبح اللي هي سبعة في تسعة. آآ اذا ابنائي بتصبح الناتج عندي واحد وتمانين. هنخش على مسهلة تاني ابنائي اللي هي ايه تسعة في سبعة. تسعة في سبعة ابنائي هتصبح طبعا ايه عشرة في سبعة. عشرة في سبعة. الناتج بتاعي الستمعين. اللي هي مجموعات مكونة من عشر مجموعات. وكل مجموعات نحط فيها سبعة. 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 سبعة سبعة. سبعة. ازا ابنائي عشر من المعال. هنيجي في الاخد مشطوب مجموعة من المجموعة الدياتي. مشطوب الاخيرة. اللي عندنا طبعا اللي هي سبعة في عشرة. بسبعين. السبعين هنفرح منها سبعة. اللي جيها كان ابنائي. سبعة من عشرة. لان هنستالف من السبعة واحدة طب ستة. وهي سبعة من عشرة تلاتة. يبقى تلاتة وستين. يبقى إذن لذلك 7 في 9 بـ 63 أما الأخيرة أبنائي 3 في 9 تصبح 3 أو 10 في 3 اللي هي 30 وقواني من عندي من 10 مجموعات كل مجموعة فيها 3 3 3 3 3 3 3 3 10 مرات هنحزف مجموعة منهم اللي هي 30 نطرح منها 3 فتديني 27 هذه أبنائي استراتيجية حقائق الضرب في 10 ممكن يا ابنائي وبناتي يجيب لك فيه أحد القواميس اللي مثلا بنشتريها من الخارج غير الكتاب المدرسي وممكن في المدرسة يجيبها لك برضو يقول لك أوجد ناتج حاصل الضرب باستخدام استراتيجية خدعة الأصابع نظر يا ابنائي وبناتي يجيب لي هنا 9 في 10 علشان أحسبها حسب تاركم أخر حاجة بنشوف يا ابنائي بنعد من اليمين إلى اليسار الأصابع 1 2 3 4 5 6 لحد ما نصل إلى الآخر آخر 7 رقم 10 يبا هو دا ابنائي رقم 10 بنية 100 نعمل عملية التانية نتني هذا الأصابع السابع الأخير دا رقم 10 بنية 100 ونشوف هل يوجد بعده من اليسار من هنا أصابع لا يوجد يبا نحط صفر يبا النتيجة أبنائي هتكون ايه النتيجة هتكون صفر النتيجة هتكون صفر يبا نحط هنا كان صفر نحط ايه صفر طيب تعالوا نعدي الأصابع اللي جد للسابع رقم 10 بالعشرات 10 20 30 40 50 60 70 80 90 يبا بتسعة يبا هنكتب هنا يا ابنائي العزاء ايه هنكتب تسعة يبا ايزا كما قلت لكم هنحط هنا صفر وهنا هنحط كام تسعة نحط ايه تسعة يبا نتيجة كده ايه تسعين هنا نفس الكلام ابنائي تسعة في سبعة هنشوف السابع رقم عشرة السابع رقم سبعة ونتمية ونعد ايه ونعد اللي بعدية كم سابع ونحطه في الاحد واحد اتنين تلاتة بتلاتة يبا هيا يا ابناء وبناتي نحط ايه رقم ايه تلاتة في الحتة دي ياتي تلاتة طيب تعالوا نعد لأصابع اللي جاب للسابع بالعشرات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بستين كل واحد عشر بسبع يبا ستين يبا نحط تلاتة وستين كده يا ابناء استطعت حسابه هنا نفس الكلام هو بيجول تسعة في تمانية نشوف الصابع رقم تمانية ونتنية اتنى الصابع رقم تمانية دواتي ونشوف كم صابع بعد التمانية اتنين يبا نحط في الاحد اتنين طيب اللي جاب للتمانية واحد اتنين نعده بالعشر عشر عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين سبعين يبا اتنين وسبعين يبا تسعة في تمانية واثنين وسبعين طيب هنا يا ابناء ايه الصابع رقم تسعة تانا تاني الصابع رقم تسعة. يبقى انا ايه? نشوف كام سابع في الاحد بعد الايه التاسع? كام واحد بس? يبقى نكتب واحد بس. طب كام سابع بالعشرات قبل السابع رقم تسعة? تمانية. يبقى هنعدهم بالعشرات عشر 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 تلاتين اربعين خمسين ستين سبعين تمانين. يبقى تمانية. يبقى تسعة في تسعة بواحد وتمانين. تعالوا نشوف ابناء يبقى ناتي السابع رقم ستة. السابع رقم ستة دواتي نعد اللي بعدين واحد اتنين تلاتة اربعة في الاحد نكتب اربعة. واللي جاب ليه بنعدهم بالعشرات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة عشر عشر عشرين تلاتين اربعين خمسين يبقى اربعة وخمسين. كده ابناء يكون حلية استراتيجية طريقة حل استراتيجية ايه خدعة الاصابع او العد بالاصابع.